أهلا بحضراتكم من جديد بكل مكان كلما نتكلم حضراتكم في بداية الحلقة عن الفيروس المخلوي التنفسي وإنه وزارة الصحة طمنت الناس مبارح وقالت إنه ده فيروس قديم ما هواش جديد ما هواش وباء ده فيروس زي الفنانزا العادية ما فيش منه أي علاق لكن الحقيقة إنه الناس الآن الأمهات بتسأل إزاي تحمي ولادها خلال فترة المدارس وخصوصاً إنه المدرسة للأسف يعني بتساعد على انتشار أي عدوة سهل تكون موجود يعني في المدرسة وأنت عيان فتعدي زمايلك علشان كده بنقول إنه الطفل المصاب يقعد في البيت علشان نقلل من مسألة انتشار العدوة كمان الحديث عنه إنه في أغذية معينة مثلاً ممكن ترفع المناعة فتخلينا نحافظ على أولادنا ونقيهم من الفيروسات دي خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع دكتور أمجد الحداد الاستشاري الحساسية والمناعة أهلا بحضرتك يا دكتور صباح الخير عليك صباح خير على السيدة المشاهدين طيب لما هو فيروس قديم إحنا ليه الشيطة دي بنتكلم عنه بالشكل ده وألقانين منه بالشكل ده طيب إحنا كنا في سنتين في كورونا سنة بينهم كانت الدراسة مؤجلة مكانش في تجمعات كنا سنتين أو أكتر ملتزمين بإجراءات احترازية بنغسل إيدينا ممنوع التقبيل ممنوع البوس كنا بنلبس كمامات فكان مجال انتشار العدوة عشان كورونا كانوا باقي خطير فكنا خايفين فكان فيه إجراءات احترازية صارمة الإجراءات دي منعت أصلا في خلال المسلمين الشيطة اللي فاتو نسب الإنفلوانزة قلت بنسبة جميلة جدا الـ RSV قلت بنسبة جميلة جدا لكن إحنا قبل السنتين كان فيه RSV اللي هو المخلوي كان بييجي في شهر 11 مع أول تغيير في درجة الحرارة وانخفاضها بينشط هذا الفيروس وكانت معاناته بالفعل في شهر 11 وشهر 12 وكل سنة كان بيبقى موجود بنفس القوة السنة دي انتشر انتشار أكتر لأنه كورونا كوابق حدته قلت وأصبح هوار آخر يمسل دور البرد فالاهتمام أكتر بالـ RSV لأنه بالفعل منتشر وما بقاش حد يطبق إجراءات النظافة الشخصية لأنه فيروس تنفسي فيروس رزازي يتقل عن طريق سيلاني الأنف عن الرزاز بينقاله الشخص ممكن لطفل رضيع أو طفل ينقاله لحد كبير فبالتالي وسيلة الانتشار موجودة وجود تجمعات وعدم وجود إجراءات ن我們的وانزا عندنا الفيروس مخلوي عندنا كورونا قلت حدته، أخطرته بس ليازال موجود فنحن بنعايني من أربع فيروسات تنفسية أكثرهم انتشاراً اللي هو الفيروس المخلوي يعني هو مش إنفلوانزة لا نوع فاصيل من الفيروسات التنفسية احنا عندنا في الشتاء أربع فصائل البرد ده فيروس تنفسي إنفلوانزة ده فيروس مختلف بردو تنفسي يعني تنفسي بالجهاز التنفسي كورونا أيضاً فيروس فيروسي على مستوى الأعراض؟ طيب فيه نسبة تشابه كبير جدا في الأعراض وبالذات لما كورونا ابتدت مع التحور الجديد يقل ويصبح زي دور البرد. فبالتالي الأربع فيروسات بيشابه بعض نسبة كبيرة اللي هي ارتفاع الحرارة سيلان الأنف احتقان الحال ألم في العظام. ارتفاع الحرارة بيكون شديد أكتر في الانفلونزا عكس البرد وعكس الكورونا دلوقتي الفلونزا حرارتها تصل إلى 40 بقية الفيروسات حرارتها تصل 38.5% ل38% احتقان الحال سيلان الأنف طب ليه الار اس في خطرته أكتر في الأطفال والرد عن الكبار. الكبار بيكون دور برد عادي جدا شوية سيلان والشخص ممكن بيمارس حياته طبيعية. ومشكلته لو جاء أعلى من سنة. أعلى من سنتين مهمة مرحلة الرضاع. ليه المرحلة دي بالذات؟ مرحلة عمرية دي ان الار اس في بيجي في الأنف وبعدين نزل الحال الرئة بتاع الطفل. الطفل ما بيقدر ش يخرج الإفرازات. فبالتالي من السهولة جدا الإفرازات دي تصل إلى الكسيبات الهوائية. يسمى هذا الفيروس أيضا باسم فيروس الكسيبات الهوائية. أو الشعيبات الهوائية. تدعياته إيدة على الطفل. بيصل إلى الكسيبات الهوائية بتاع الطفل ويعمل حاجة اسمها التهاب شعبي في الشعيبات الهوائية. بتفاجأ الأم أن رضاحة فجأة كان سخن وبرد بسيط فجأة مش قادر ياخد دفع. عنده صعوبة في التنفس. عنده كحة شديدة. تعتقد الأم أن ابنها لأن رأته ما بتكونش مكتملة والإفرازات بتصل إليها بسهولة فيصاب بالاتهاب الشعيبي أو التهاب الكسيبات الهوائية. وده مكمل خطورته إن أم إلحق ابنها أول ما خرجت بيفطارها وسعى رجع مش عارف يتنفس بنروح بيشخص بالفعل لأنه هو أما السن الكبير فأعراضه تماثل أعراض البرد العادية خالص رشع، زكام، احتقان، كحة صحيح. طيب دكتور في بعض الحالات يعني روصدت إن كان لها تأثيرات على الإصابة في العين. إيه علاقة الإصابة في العين بالفيروس المخلوي؟ مجدد جهاز تنفسي؟ لا، العين، اتصال العين بالأمف العين تصنف من دمن الأخشية المخاطية المتصلة بالعين زي أخشية المخاطية الأمف زي أخشية المخاطية الحال. الإصابة العين مثلها مثل إصابة الأم. زمان كان كورونا راخر بيصيب العين ويعمل إحوان فيه. أي عدوة تنفسية هي تصيب الأخشية المخاطية العين أيضا لها غشاء مخاطئ فالرزاز إذا وصل إليه ممكن يحدث نوع من الالتهاب في الأخشار مخاطئة للعين وكذلك الأنف خطرتها إذا الأخشار مخاطئة بغياء إحمرار يعني مش حاجة زيادة لا لا إحمرار وحكة في العين وزيادة في إفرازاتها مثلها مثل إحمرار الأنف والحكة الأنفية وإفرازات الأنف خطرته أكتر في نزوله إلى الرئة وإصابته الرئوية في الردة غير ذلك هو دور برد في معظم الحالات 90% من الحالات لا يكون له أي مضاعفات نسبة بسيطة جدا اللي تضطر يكون لها مضاعفات واتصل إلى مضاعفات رئوية أنها تصل إلى التهاب رئوية لكن الغالب هي مطمئنة بالنسبة كبيرة جدا أعراب بسيطة ولكن انتشاره هو ليس وباء طيب وإحنا بعيدنا نتكلم عن مساعدة سرعة الانتشار ما بين الأطفال والكبار وهي الفيروسات التنفسية أصلا سريعة الانتشار وبالذات اللي حالي رايش نطبق إجراء يعني هو سريعة الانتشار لكن لو أنا طبقت إجراء طفل رضيع أنا حطاه في قوضة ما ببسوش أهم ما جيش دوف أو أم خرجوا حضرك عايز تقول إن ده المفروض اللي إحنا كنا بنعمله أثناء كورونا يكون أسلوب حياة بالفعل أن ده طرق من طرق الوقاية بالفعل مش حاجة أسمع طفل رضيع حد يشيله حد يبوسه حد يحضنه لأن الخطورة على الردة أكتر لأ هنرجع زي أيام كورونا أطفالي ممنوع البوس هنغسل إيدينا نرجع تاني نغسل إيدينا نرجع تاني نهوي شائتنا نرجع تاني ما نجتمعش في تجمعات فيها تجمعات كبيرة لأن الرضيعي أو طفلي ممكن يلوت العدوى أو رضيعي ده أو طفلي ممكن يدي العدوى لشخص مسن برضو لا يزال في قد كبار السن الموضوع ممكن يكون كبير عليه فبالتالي لو رجعنا لإجراءاتنا غسيل الأيدي منع التقبيل التباعد الاجتماعي اتداءنا الكمامة تهوية الشقة جيدا ابني لو سخن أو عنده برد زي ما انت قلت في بداية الحالة ممنوع أننا ننزله لأن لو راح المدرسة بهذه الأعراض هيعمل عدوى مجتمعية طب أنا بحميه هو وبحمي الآخرين بحميه هو ليه لأن أنا ممكن يجي له عدوى مشترك يعني يكون عنده RSV وينزل المدرسة ياخد إنفلونزا من طفل أيضا عنده إنفلونزا ويجي له عدوى سنائية وده ممكن يكون خطير عليه فبالتالي أنا بأمنه هو يرتاح في إصابته وممنعنا العدوى للآخرين طب ليه قصة ما تاخدش مضادة حيوي وده شيء غريب جدا يعني كل أدوية البرد كان بتخلص أو بيقضي عليها المضادة الحيوي إلا ده لا معتقد خاطئ نهائيا فعلا نهائيا فعلا ليس هناك أي دور للمضادات الحيوياء للبرد نهائية ولا الإنفلونزا ولا كورونا ولا RSV الفيروسات هي فيروسات لا تعالج بمضادات الحيوياء الفيروسات التنفسية ليس هناك دور المضادة الحيوياء نهائيا إمتى أدي مضادة حيوي في الكورونا ولا كورونا لا كورونا فيها مضادة حيوي لا لا لايس هنا في البوتوكول الآن إحنا بندي مضادة حيوي إمتى لو أنا أشك أن هذا الشخص مصاب عدوى مشترك أو عندي إعتبار أنه هجيله عدوى سنوية بكتيرية المضادة الحيوي في العدوى البكتيرية فقط مصر كلها بل بعد مضادات حيوياء أثناء كورونا بدون داعي نهائيا معظم العدوى الفيروسية لا تحتاج إلى مضادات حيوياء إلا تحت إشراف طبي إذا شك الطبيب أنه هناك عدوى مشتركة فيروسية بكتيرية التهاب رائوي بكتيري مع الفيروس أو لا أن احتياجه إلى مضاد حيوي هناك ارتفاع حرارة متواصل هناك عدوى بكتيرية أخرى مع العدوى التنفسية فهذه الحالة الوحيدة التي يحتاج لها الطفل إلى مضاد حيوياء غير ذلك البرد لا يعالج بمضاد حيوياء وكوكتيل البرد اللي في الصيدلية الحقنتين ثلاثة اللي على بعض ليس لهم أي ضمن الجميع يحذر منها طيب الإجراءات اللي أنا المفروض أعملها لحد عيان قاعد في البيت مثلا الناس بتقولك حمامات بخار راحة ما يعودش جنب حد بيشرب سجاير نهوي البيت يأكل كويس ده فعلا بينفع جنب العلاج للأعراض ولا يعني المواجهة إزاي تكون للفيروس المخلوق على حسب حدة الأعراض بمعنى الأعراض البسيطة تعالج منزلي الأعراض الشديدة التي لديها صعوبة في التنفس كحة شديدة ارتفاع حرارة يجب استشارة الطبيب قد يحتاج الطفلة إلى موسعات قد يحتاج إلى جهزة البخار زي ما حدتك قلت ليس في المنزل اللي هو الجهاز موسعات الشعب اللي بتبقى في المستشفيات على حسب هل هناك صعوبة في التنفس هل هناك إفرازات شديدة في صدر الطفل هل يحتاج إلى مضاد زي ما حدتك قلت ولا لا في الحالات الشديدة المستشفى أو الطبيب. الحالات البسيطة السوائل الدفية. خوافض الحرارة مثل مادة البرستامول. الفيتامين سي تهوية الشقة جيدا. التغذية المناعية الجيدة. البروتينية قليلة الدسم. الاكسار من الخضروات والسلطات الخضراء. كل هذه عناصر غذائية. والاكسار من السوائل الدفية مع التهوية. واخذ خوافض الحرارة التقليدية. وفيتامين سي لا داعي لأي مضادات حيوية. أما في الحالات التي فيها عامل خطورة مثل ضعف المناعة. الأطفال الذين يديهم مشاكل أو عيب خلقية. مرضى الحساسية هم دول اللي يجب استشارة الطبيب. لأن وقع الإصابة في هذه الفئة العمرية أو المصابين بأمراض قد تكون خطيرة عن باقي الأطفال. وكذلك كبار السن. طب اللقاحات بتاعة الإنفلوانزة يا دكتور. المنتشرة بشكل كبير في الصيدرات اللي تعتبر لقاحات موسمية. كل لما يطلع موسم البرد تلاقي متوفر لقاح الإنفلوانزة. هل بتاقي بقى من الفيروس المخلوي ولا ملهاش علاقة؟ لا تاقي نهائيا من المخلوي ولكن أنا زي ما قلت حضرتك إحنا عندنا أربع فيروسات على فكرة والإنفلوانزة لا يقل الخطورة. بل بالعكس أن الفلوانزة قد تكون أخطر. وتكون معامل خطرتها أكطر وخصصا على كبار السن. فبالتالي أنت بتحمي نفسك من عدوة تنفسية منتشرة هي الأيضة. ما المانع أن أنا أخذ لقاح الإنفلوانزة اللقاء من الإنفلوانزة حتى ينحصر الدور في مجرد برد أو RSV. ما المانع أن أنا أخذ جرعة تنشطية من لقاح كورونا. أنا عندي أربع فيروسات. كورونا لا يزال موجود. الإنفلوانزة موجود. المخلوي موجود. البرد موجود. المانع أننا عندي وصل كل موقعي. نحن عشان نكون واضحين لأن الناس عندها خلط هنا. لقاح الإنفلوانزة ولقاح كورونا لا يقي ولا يحمي من المخلوي التنفسي. نهائي. لقاح الإنفلوانزة الإنفلوانزة. لقاح كورونا لكورونا لا يوجد لقاح للمخلوي حتى الآن. لكن هو بيخلي العدوى ما تبقاش عدوى يعني مرتبة. ما يبقاش عنده الفيروسين في جوالجيس. أو احتمالية أنه هو عنده مخلوي يجي الإنفلوانزة ما بتقل. أو يجي لكورونا مع المخلوي بتقل. لأننا عديته حماية مجتمعية من فيروسين لا يقل له خطورة عن المخلوي. العدوى بتنحصر في الأطفال بشكل كبير. زي ما رأيك قلت. يعني هي خوال سنتين. الأمور بتستقر بالنسبة كبيرة جدا. تحت السنتين. سوى انتشر في المدارس يا دكتور. انتشر في الحضانات ومدارس والردع. خطورته أكتر على الردع. لأن زي ما قلنا الطفل الرضيع لا يستطيع إخراج إفرازاته. إفرازاته من السهل جدا أن تصل إلى الرئة والشعابات الهوائية. تسبب له مشاكل تنفسية مثل صعوبة التنفس. البعد عن الطيارات الهوى الساقع هي الأهم. لأن مع أي طيار هواسعة يصاب الطفل بأزمة تماثل أزمة الربوية بالفعل. فأنا بحافظ على طفلي بهاو الشقة نهاريا. ما معرضوش طيارات هواسعة. ما نزلش بيه لو جو فيه نوع من السقيع أو البرد. بخسل إيدي كويس مع أي تعامل مع أطفالي. برجع لإجراءاتي اللي أنا تعودت عليها. طفلي رضيعي ما حدش يقبله. ما حدش يشيله. لأن ممكن يكون اللي بيشيله عنده دور برد بسيط اللي هو الأرقس اللي فيه في الكبار بيبقى بسيط. ويكون وقعه خطير على طفل رضيع. طيب خلينا نروح يعني أقول لحديك كلام الأميات لقى الفيروس قاعد أكتر من خمسة أيام والسخونة مستمرة. يعني الطفل بينهك من الفيروس ده وتقيل على الأطفال. ما هواش فيروس برد عادي زي اللي إحنا متعودين عليه. في جزء من الحالات اللي إحنا قلناهم الفئات الأكثر إنه هو الارتفاعات الحرارة. طفل الضعيف مناعيا لتغذيته قليلة جدا. مريض الحساسية. مريض حسات الأنف. الطفل الذي يدهي بعد مشاكل أطفال مرضى السكر. قد يكون واقع الإصابة عندهم أخطر. ولكن إذا استمرت الحرارة أكثر من ثلاثة أيام أو يومين لاجب الطبيب. لو شعر الطفل بقحة شديدة متواصلة الطبيب. إحنا بنتكلم عن الأدوار البسيطة فقط التي تعالج منزليه. باقي الأدوار. ارتفاعات الحرارة المتواصلة مشاكل التنفسية. قد تكون هناك عدوى بكتيرية مصاحبة لعدوى التنفسية. تحتاج إلى مضاد. تحتاج إلى طبيب. لا يؤخذ إلا تحت إشراف طبيب. أنا بتكلم عن 80% من الحالات ممكن تعالج منزليه بالخوافض والفيتامي. لكن في جزء من الحالات بالفعل حرارة متواصلة. بالفعل مشاكل تنفسية. فبالتالي يجب استشارة الطبيب في هذه الفئة العمرية. في هذه الحالات قد يحتاج إلى مضاد فيروسي. قد يحتاج إلى بورتوكولات خاصة. قد تكون هناك عدوى مشتركة. فبالتالي هذه الحالات تحتاج استشارة الطبيب. وانا طفل اللي أصاب بالفيروس المخلاوي. المفروض يفضل قد إيه تحت الملاحظة. لأنه برضو وده أمهات كتير بتقوله. بيخفوا يومين تلاتة ويرجعوا يتعبوا تاني ويسخنوا تاني. هقول لك لي. لأنه مما تعتقد أنه إذا قدل طفلها نزلت برد. هو باقية الموسم كويس. زي ما قلنا إحنا عندنا برد. برد على الفكرة أكتر من فصيل. يعني ممكن تصابي بالمخلاوي وتنزل المدرسة يجي له برد. وهو نفس الأعراض. أم تقولك ده هو كده الدر يجعله. أو مخفش منه. ممكن ينزل بعدها برضو يجي له إنفلونزة. الأم تعتقد الله ده هو نفس الدور. لا. إحنا عندنا عدوات تنفسية متحورة. أكتر من فيروس واحد. قد تصاب بفيروس وبعد أسبوع تصاب بفيروس وبعد أسبوع تصفرت هذا هو الخريفة الشتاء. كل سنة كنا بنعاني من نفس هذه الإشكالية. لكن كان السنتين اللي فاتوا بالفعل حدتها قلت بسبب إجراءاتنا. كنا منحصرين في كورونا فقط لغيره وإصاباته لأن كانت صورات في الانتشار قد تفوق الكمامات وقد تفوق كل الإجراءات. أما الـ RSV في الإنفلونزة كانت مجرد الإجراءات الوقائية نسب الإنفلونزة قلت في السنتين اللي فاتوا كذلك نسب الـ RSV قلت تحورات. شفنا الأوميكرون وشفنا كذا يعني نوع من أنواع التحورات لهذا الفيروس. هل ممكن بقى المخلاوي يتحور أيضاً أو هو فيروس صغير قبل التحور؟ الفيروس ده من قديم الأزل من قبل كورونا. وهو نفس الفيروس لم يحدث فيها أي تغيير. بسرعته الانتشار. نفس المشاكل الصحية نواجهها كل عام في هذا التوقيت مع عدد السنتين الفاتوا. كورونا هو الفيروس المستجد لدينا. تحوراته لم يدخل أكسادنا ويحدث له نوع من التعديل إلا في هذا المرحل. لذلك هو يتحور. والحمد لله تحور كورونا إلى الأضعف. وانتهى بأنه أصبح الآن. قربنا أن نقول أن كورونا أصبح مثل البرد. ويستقر أنه برد ولا يتحور مرة أخرى. الـ RSV مر في بداياته بهذا المرحل حتى استقر وأصبح رأس سيتيال أو فيروس مخلوي. دائم زيه مثل باقي الفاصل. الانفلومنزة تتحور كل عام. ولكن تحورها لم يكن بنفس القوة بتاعة كورونا. كورونا هو الفيروس الوباء الوحيد الذي كان تحوره في أول وباء تحوره للأخطر وقدع الانتشار إلى أن أتت منظومة اللقاحات جعلت من كورونا فيروس ضعيف يتحور إلى الأضعف وهو ما وصل له الآن. طيب وجود اتراف الجهاز الهضمي إسهال وإلى ما ذلك. لعلاقة بالفيروس تنفس المخلوي أو لا؟ إفرازات الأطفال للغاية الأنفية والأطفال لا يستطيع إخراجها. قد تسبب نوع من الإسهال والترجية. أو بعض الأمهات أتت بأعراض مع السيلان والأنف والقحة إسهال والترجية. ولكن هناك أيضا في هذا الموسم في شهر 12 كمان ينتشر الروتا. الروتا فيروس هو أحد الفيروسات المعوية التي تصيب الرضا وتسبب نوع من الإسهال والترجية. إذا هناك إسهال والترجية فقط في بعض الأطفال. في أطفال طبعا ما أخذوهوش. الروتا تنتشر أيضا في هذا التوقيت وتسبب إسهال والترجية. إذا كان إسهال والترجية مصاحب للمشاكل التنفسية قد يكون هذا بسبب ولكن إذا كان منفصلا سرق يجب الكشف عليه لأنها قد تكون فيروس الروتا. إجمالا نقول إيه للأسرة المصرية؟ ابني سخر ما نزلهوش. ابني كويس وهنزله. أغزي كويس قبل ما ينزل. تغزيه أدينه معلات عسل نحن كل يوم. ألبسه ملابس قطنية. أخسله وشه بماء. أفتح شباك هوا. سنة يدخل طيار من الهواء الساقع عشان ابني ما يخرجش يتعرض إلى صدمة سقيع يتعرضه إلى نزلة. ابني راجع من المدرسة. أتطمن أنه هو خد وجبته الصفح. وجبه المدرسية لابس ملابس قطنية. ما يخش شيء إلى عضوه مرة واحدة. يتعرض إلى درجات الحرارة المختلفة تدريجية. لا نعرضه إلى أي صدمات. ابني ياخد مصر الإنفلونزا. مهم جدا فوق ستة أشهر. ابني ياخد لقاح كورونا اللي هو أكبر من 12 سنة. لو إحنا طبقنا الإجراءات دي. ابني حياته ينام بدري 8 ساعات. تغذية المناعية للأكل والشرب. التغذية المناعية هي تغذية بروتينية قليلة الدسم قليلة السكر. ممنوع نهائيا المواد الحافظة. الاكثار من الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي والسلطات الخضراء والبروتينات الحيوانية. البعد عن المواد الحافظة والسكرية دي أول حاجة. ثاني حاجة ابني ينام بدري. لو نام بدري سبع ساعات يوميا ومبكرا ده بيساعد على جهاز مناعي متوازن. ابني لو بيقدر يمارس أي نوع من الرياضة. الرياضة مهمة جدا لتنشيط الدورة الدموية وجهاز مناعي متوازن. التدخين ممنوع. خصوصا التدخين السلبي للأطفال. للأسرة اللي بتتدخل تدخين يؤثر على مناعة أطفالنا بالنسبة كبيرة جدا. ممنوع التدخين. العوامل النفسية التوترين. بلاش أقول ابني المخلوي وهيصاب بالمخلوي والوضع خطير الوضع مطمئ انتماما. الأمور النفسية وعرضها لأطفالنا مهم جدا لأن الأمور النفسية تؤدي إلى اضطراب مناعة أطفالنا. وحصولهم على العدوى بصورة مضاعفات قطيرة. يبقى تغزية. نموا بكرا. رياضة بعد عن التدخين. العوامل النفسية. هو إمتى تأكد ان ابني ما بقاش معدي الحد ونزله المجرسة عادي بعدها قد ايه؟ وفي حالات الكحة بتستمر فيها إعارات كلها خلصت بس الكحة مستمرة. الكحة يعني لو مرة على ابني أسبوع وكحوته متقطعة بدون آية إفرازات. أسبوع كافي جدا إلى نزول المدرسة. العدوى تصل إلى أسبوع. ارتفاعات الحرارة. السيلان الشديد الرشح والعطس هو مؤشر لنقل العدو. غير ذلك ممكن ابني بعد أسبوع ينزل المدرسة أخرى. نحن نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أمجاد الحدد استشاري الحدثية والمناعة. شكرا لك وشكرا سيد المشاهد.